السلام عليكم ورحمة الله هنعمل مع بعض شربة الكولاجين او شربة العظم وفي المطبخ الفريتس اسمها الديمي جلاس هنعملها بطريقة جميلة جدا صحية ونعرف فوايدها ونقدر نضيفها للاكلات بتاعتنا هتطلع معاك في منتهى الجمال والدلال فوايدة كتير قوي لازم تقروا عنها لانها كويسة الناس اللي بتعمل دايت الكيتو وشربة العظم من افضل انواع الشرب المفيدة ويمكن عملها من اي عظم عظم البقر او العجل او الدجاج لأول مرة تشاهدني اسمي احمد عبدالسلام يونس على قناتي كل ما تتخيله في علم الحلواني والخباز والشوكولاتا نقول بسم الله اتنين كيلو اي نوع عظم ممكن تضاعف الكمية بس ده عظم بقر ومعانا ورق لورة فاستوم بصل كرفس وملح وفلفل الموضوع بسيط جدا جدا طبعا دي بيتقال عليها في المطبخ الفرنسي ديمي جلاس ودي بيستخدموها في المطاعم لانها غنية جدا جدا بالتست وبالفوايد فبيحطوها مع الاكل والصصات بيدي طعم ملوش حل للاكل غير الفوايد الصحية اللي فيه احنا عملناها قبل كده على طريقة الناي عملناها في حالة قبل كده شربت العظم لو انت شفتوها للكيتو عملناها على طول نقعنا العظم في مية ومالح لمدة ساعتين نضفناه بعد كده الاحسن والاجمل انك تسوي العظم زي ما انت شفته على مية وتمانين درجة مقاوية بالخضار انا عملته على ثلاث مراحل عشان في ناس ما بتحبش الصلصة والحاجات دي فانا عملته على ثلاث مراحل سويتو الاول ساعة وبعد كده اضفت له الطماطم والخضار لكن الصح بتاعه انه كله مع بعضه يخش في الفرن يعني العظم بالطماطم بالخضار ده الصح كله مع بعضه في الفرن على مية وتمانين درجة لمدة ساعة ايه اللي يحصل العظم بيستوي ويتطلع منه الزبد البروتين والفايدة بتاعته وبعدين اما بحطه في المية باستفاد اقصى اقصى درجة خلاص يبقى الصح ايه العظم مع الطماطم مع الخضار مع كله بنحرقه لساعة وبعد كده بنحطه في المية ونضيف وراء اللورة والفلفل والمالح بيتم استخلاص الجلوتين من العظم بتحول ليسائل وده بيشكل المرأة بيقوله عليه مرأة او بليون او ديمي جلاس ممكن اضيف له وراء اللورة جزور الكرافس الجزر كل ده بيدي فوايد لكن انت ممكن تعمله عظم بس يعني ممكن تعمله عظم وراء اللورة عشان بتعمل احادي بتحول الدهون من دهون سلاسية الى دهون احادية فوراء اللورة مفيد جدا لأي حاجة فيها شربة او لحمة او اي بروتين تمام؟ شربة العظم ان كانت من اللحوم الحمرة يعني احنا ممكن نعملها من عظم الفراخ او عظم السمك او عظم الماعز او الدواجن او البقر طبعا بتختلف العناصر الغذائية من كل نوع لنوع مثلا العظام اللحوم الحمرة زي لحم البقر والماعز والضان المرأة بتاعته بتحتوي على المزيد من سي ال اي اللي هو حمض دهني طبيعي يمكن يساعد ان هو بيساعد على بناء كتلات الكتل العضلية في الجسم ومن الدهون الدهون ده او الدهن السي اللي ايه ده بيساعد انك تحافظ على مستوى السكر في الجسم ايه تاني مرأة الدجاج بيكون فيها بروتين اكتر يعني مرأة الدجاج بيكون فيها بروتين اكتر وكل وجبة كل كوباية مرأة بتساوي حوالي 10 جرام بروتين صافي اما مرأة السمك مرأة السمك بيهي فيها يود اليود انت عارف غني وكويس جدا العضل بس مرأة السمك يا دوبك 20 دقيقة بس غير دي دي انا بسيبها من 8 ل 10 دقايق من 8 ل 10 ساعات انا اسف من 8 ل 10 ساعات زي ما انت شفته حطينا الورق اللورة والفلفل والحاجات دي ات اخر حاجة عشان دي ورق اللورة مفيد جدا جدا انه بيحاول الدهون السلسية الى دهون احدية وتقدر تقرأ عن الكلام ده وانا قلت قبل كده وبقول في كل فيديو اوعى تصدق اي كلمة بقولها لك معاك نفس الموبايل اللي بتشوفني منه تقدر تعمل سيرش وتستعلم عن المواد بص يا شباب الربو ده او الوساخة اللي طالعة من الدهون دي اللي هو الزيت ده زيت دور فانا لازم اصفيه وانضفه دي احنا بنعمله في المطبخ بنسيبه يومين لان احنا بنعمل اكتر مثلا من 100 كيلو عضم فبنفضل يومين على النار على نار متوسطة طبعا اول ما بتغلي بهد النار عليها اخلي نار شمعة واسيبها 10 ساعات كل ما تستوي بالروحة كل ما الفوائد بتطلع من العضم وتتنقل للشربة شايفين السفار ده تقيل اوي ما بيتكلش طبعا طول ما انا شغال كل النص سعر لو شفتوا السفار الغامق ده هو ده اللي انا ما عرفتش انا ايه كويس لكن لو انا صفته كويس بيطلع زي ما انت شفته زي الجيلاتينة لانها جيلاتينة وطرق استخراج الجيلاتينة من الحيونات بالزبط نفس الطريقة دي بس بيغلوها الفترات اكتر لحد ما تنشف خالص دي الكمية دي بعد ما صفتها من الاتنين كيلو بعد 8 ساعات عملت البرتمان ده ودلوقتي لو انا عملت الرز بعمل رز عادي للناس اللي غالبة اللي زي حالاتي ما حومش فلوس تجيب لحمة وعاوز مرأة صحية وفيها فيتامينات وفيها بور بيجيب العضم بيعملوا شربة وبتحط معلقة زي دي على الرز بتخلي الرز كأنك عامله بلحمة صفية ويطلع معاك احلى رز والاهم من ده كله للناس العواجيز اللي زي حالاتي وركبهم بايزة خالص بنعملوا شربة وتشرب نص كباية لكل يوم بعد اسبوع ركبك بتكون حديد مش عاوز اقول لك شربة العضم ده مفيدة طبعا للصحة للستات اللي وجهه والتجميل اقرو عنها كتير ونص كباية زي دي كل يوم بتخلي اي راجل ركب حديد وهيدعي لي ادعي لي امي وابي بالرحمة من قلبك واعمل شربة العضم وكل وتغزة فواية صحية ببلاش ببلاش ولازم تقرأ وتسأل وتعرف ان كل معلوماتي صح وياريت تشترك في القناة لو اول مرة تشاهدني ياريت تفعل زر الجرس انا بكلف الفيديوهات كتيرة وما فيش نسبة مشاهدات فياريت تساعدونا وتعملوا شير شكرا